في جو احتفالي سلمت المبادرة الجزائرية الفلسطينية هذا المنزل لأسرة متعففة بغزة بعد أن قامت بترميمه بتبرع من الشعب الجزائري أفراد الأسرة تسلموا المنزل بشكله الجديد حيث كان غير ملائم للسكن كل الشي كل الشعب الجزائري اللي ساهم في بناء بيت بيتي يمكن شفتوه قبل كيف كانت صورته يعني كان رمل ما كانش فيه سقف ما كانش فيه شبابيك اليوم فيه حطان فيه مطبخ يعني أنا حست حالي ست زي أي ستها لقيت فهكذا كان واقع المنزل قبل الترميم أبسط مقومات الحياة غير متوفرة به لا نوافذ ولا غرف مناسبة للأطفال والزوجين فنومهم كان على الأرض والرمل كل ذلك تغير بعدما ناشدوا الشعب الجزائري الذي وفر لهم السكن والحياة الكريمة نحن نشكر الشعب الجزائري على ترميم هذا البيت لأنهم بدرنا وتوجهنا لهم فأسرع وقت استجابوا إلينا وكان بيتنا لا يصلح للسكن ونحن نشكرهم ألف شكر لهم للشعب الجزائري نقوم نحن بترميم المنزل من إصلاحه من بلاط وقصارة وديهان وتصريف أيضا ويصبح البيت صالح للسكن لهذه الأسرة لتنعم بالأمن والأمان في قطاع غزة ترميم بيت هو بداية انطلاق مشروع بدأته المبادرة الجزائرية لترميم البيوت الغير صالحة للعيش ما يعكس حرص الجزائر على الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر المتعففة بغزة شعب يوسف قناة النهار غزة فلسطين